أما هذا المنطق من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر هذا منطق عزة الدوري أتذكروا لما أكملوا كتابة القرآن بدم صده من النجس فجلسوا جلسة احتفالية بثت عبر التلفزيون شاهدتها عبر التلفزيون فتحدث صدامو مع أعوانه مع الوزراء مع المسؤولين الذين كانوا حضارا في تلك المناسبة في تلك الجلسة من جملة ما تحدث به قال للسلطة آثام آثام الملوك ما يعرف بآثام الملوك بآثام الحكام قال للسلطة آثام فقطع عليه الكلام عزة الدوري وقال سيدي أنت ما عليك إثم لأنك مشتهد إذا أصبت فلك أجران وإذا أخطأت فلك أجر لأنك لا تحمل نية سيئة فليس هناك من إثم عليك هكذا أفتى المرجع الكبير عزة أبو الثلج ترجمة نانسي قنقر